السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد في الوقت الذي يتوصل فيه الجدل في آلية الصيرف الإسلامية بين رافض وداعم له فإن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو ما الفرق بين تعاملات البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هل البنوك الإسلامية فعلا إسلامية مئة بالمئة أين يوجد مخاطر أكثر في البنوك التقليدية أم البنوك الإسلامية هل الصيرف الإسلامية يجب أن تكون حكرا فقط على البنوك الإسلامية هي مواضيع وأكثر سنحاول مناقشتها في عدد اليوم من برنامج ضيف الاقتصاد مع مجموعة من الخبراء في الاقتصاد والمالية بداية أرحب بالمدير العام لبنكي السلام نصر حيدر أهلا ومرحبا بك معنا بجانبه كذلك الخبير المالي سهيل مداح أهلا ومرحبا بك معنا كذلك أرحب بالخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خلفة أهلا ومرحبا بك معنا مشاهدي ومتتابعي قناة نهر قبل أن نشرع في النقاش والتحليل تابعوا معي هذا التقرير قبل أيام كشف وزير المالية الجزائري حج باب عمي عن مشروع لفتح شبابيك تتعامل بالشريعة الإسلامية في البنوك الجزائرية إعلان فجأ الكثيرين لكنه كان صادما فبعد طول انتظار اقتصر الأمر على شبابيك وليس بنوك إسلامية ما يطرح أكثر من سؤال حول مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر رغم أن الجزائر بلد مسلم وغالبية سكانها ينفرون من التعامل بالربا إلا أنها تبقى من البلدان القليلة التي لم تتطور فيها الصيرفة الإسلامية حيث لا تزال تشكل حاليا أقل من 5% من الخدمة المصرفية بالجزائر في حين أن بلدان أخرى غير إسلامية قطعت أشواطا متقدمة في المجال على غرار بريطانيا، أمريكا، ألمانيا وإيطاليا وبلدان إسلامية أخرى مثل ماليزيا والمغرب استطاعت نعاش اقتصادها باللجوء لاستقطة بأموال المسلمين وعف قطاع الصيرفة الإسلامية لا يعني فشله بالجزائر فقد عرفت هذه الأخيرة تجارب ناجحة على غرار بنك الباركة الذي فتح أبوابه سنة واحد وتسعين ثم بعده بسنوات وبالضبط في 2006 تم تسجيل إنشاء بنك جديد في هذا المجال هو بنك السلام الذي بشر أعماله حديثا من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقا لأحكام الشارعات الإسلامية رغم النتائج التي حققتها تبقى نسبة تواجد المصرف الإسلامية في السوق المصرفي الجزائري ضعيفة جدا مقارنة مع الكثير من دول العالم ليبقى الحل في يد السلطات فالإمكانيات موجودة ومجال الاستثمار خصب وتقبل الجزائريين لفكرة وارد فمتى يتحقق حلم الجزائريين في التعامل مع بنوك غير ريبوية مشاهدي ومتتابعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم مجددا أذكر فقط كل من التحق بنا الآن أن موضوع حلقة برنامج ضيف والاقتصاد هو المصارف الإسلامية والتقليدية أي فرق أبدأ معك دكتور اليوم هل يمكن أن نعتبر أن موضوع المصارف الإسلامية بالجزائر تجاوز بعدها الاقتصادي والمالي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أستاذ باباسي على هذه الدعوة الكريمة بالنسبة لسؤالكم فعلا موضوع السيرفة المتماشية مع حكام الشرع الإسلامية هنا وفضل هذه التسمية هو موضوع مجتمعي قبل أن يكون موضوع اقتصادي يمكن له بعد اقتصادي بمعنى أن ظهورها في مجتمعاتنا الإسلامية كان نتيجة أو محصلة لوجود نوع من الإشكالية النفسية المنبثقة من إشكالية شرعية وهي التعامل بالمنتجات المصرفية التقليدية التي تقوم أساسا على أساس عقود الاقتراض بزيادة أو بالفائدة والإقراض بالفائدة هذه الوساطة المالية التقليدية وهي المهمة الأساسية المنوطة بالبنوك أي توسط بين أصحاب الأموال أو أصحاب الادخار من حيث استقطاب الموارد المالية منهم سواء في حسابات جارية بدون عائد أو في حسابات لأجل وحسابات الادخار مقابل دفع فوائد وتوظيف هذه الموارد المجمعة لتمويل الأنشطة الاقتصادية أو حاجات حتى الأفراد المستهلكين عن طريق إقراضهم بفوائد هذه طرحت إشكال شرعي لمعالجة هذا الإشكال الشرعي وهي إشكالية الريبة أو تكييف هذه المعاملات بأنها معاملة ربوية من قبل بعض جهات الفتوى ونحن هنا لنحلل المسألة من ناحية الدينية بحتل أننا مهنيين وتقنيين من موضوع الفتوى مطلوك لأهل الفتوى ولكن نطرق المسألة من ناحيتها المجتمعية وحطة التاريخية فكان حاجة إلى ظهور بديل يأخذ بعين اعتبار هذا الانشغال المشروع لفئات عريضة من مجتمعات السامية للتعامل مع البنوك ومع المعاملات المالية والمصرفية وفق الصيغ تأخذ بعين اعتبار أو تراعي هذا الإشكال الشرعي وهو تقديم خدمات بديلة تراعي ضوابط وحكام الشرع الإسلامية وهو الذي جعل المسألة تنتقل من الضائرة الاجتماعية المحضة أو المجتمعية أو الثقافية إلى الضائرة الاقتصادية وحتى فيما بعد إلى الضائرة المؤسستية نعم إذن سمعت دكتور كما كان يتكلم حيدر اليوم فيما يخص السيرفة الإسلامية هل هي يجب أن تكون فقط حكرا على البنوك الإسلامية أم هي منتوج يمكن لكل البنوك تقليدية كلاسيكية أن تقدمها شكرا شكرا على الدعوة الكريمة هذا وأذكر كما ذكرت أنت أنا هنا من جهة نظر تقنية نعم بالفعل أنا جئت من الوسط المصرفي نعم وأعدت إلى الوسط الخبرة أنا من دعاة دائما أني أقول أنه وصلت العولمة في مجال المصارف نعم إلى مستوى مثل التليفون مثل يعني إلى مستوى لا يمكن أن يبقى فيه رواق حكر على واحد نعم لا يمكن أبدا وحتى من يقول أنه فيه سيرفة إسلامية من أولها إلى آخرها غالط نعم الآن تختلط الأشياء الفرق الآن وبين السيرفة المسؤولة الغير تضاربية والسيرفة التي فيها مضاربة فحشة فإذن وبالتالي من دعاة كذلك أن يكون فيه كونفرجانس أن تلتقي الأشياء ما عندنا ما نحن محتاجين في بلدنا وأتكلم من نجاح نظر التقنية وأن المصارف النشاط المصرفي توسع بكل طرق سيرفها فليعاد أن كنت من دعاة أن يقول ولازلت أقول أنه نتكلم على منتجات ولا نتكلم على مصارف المصارف حتى يوم من الأيام المصارف الإسلامية عندها الليزينك عندها التدخل في الـ في الـ في الـ في الـ فإذن الآن ما فيش واحد حاكر لا نتكلم على مصارف نتكلم على منتجات والمنتجات هذه بدأت الأشياء تتطور عندنا نصل إن شاء الله إلى مستوى عندما تلتقي السيرفة المسؤولة السيرفة اللي مفيهاش مضاربة السيرفة اللي لا تموّي الأشياء حقيقية ولا تموّي الأشياء غير حقيقية للسير في ناصرزاتهم فنحن إذن في هذا الخط حتى في العالم الآن فيه من اعتبر السيرفة الإسلامية شيء ثاني فيه من أدمجها في السيرفة حتى من ناحية القانونية وفيه من اعتبرها أنه لا يمكن أننا نبيع أشياء بمفهومات ذمائرية فنحن في بلدنا محتاجين إلى رقعة المصارف تزيد بأي طرق مهما كان طرق وبابتكارات لأن السيرفة الإسلامية أتت بابتكارات ولكن السيرفة الكلاسيكية كذلك الآن ابتكرت الآن مفيش فائدة ثابتة فيه فائدة متغيرة فيه ثابتة مربوطة بالتضخم فيه فائدة ففيه إذن تحول كثير داخل مصارف التقليدية نستخدم مصارف الإسلامية بحيث أنه لا بد أننا نصل إلى مصارف مسؤولة ولا إلى هذا الصراع طب وإن صح القول بينه هل هذا حلال وهذا حرام لا أقول فيه من هو حلال لأنه يخدم حركة من التقليدية ومن الإسلامية وفيه من زاد على حده في الإسلامية وفي الكلاسيكية لابد من مراقبته لابد من حدي نعم رسالة وصلت دكتور مداح الان تكلموا الكثير يعني يرى أنه اليوم في الجزائر يعني الوضعية اللي يرى عليها البنوك الإسلامية هي نسخة مكررة للبنوك يعني الكلاسيكية ما هو ردك؟ أولا شكرا على الدعوة تانيا أنا قراءتي من ناحية تحليل المالي من ناحية تحليلها بالنسبة للبنوك يعني أولا البنوك الإسلامية هي خضعة بنسبة كبيرة للنظام البنكي الجزائري الموجود هنا النظام المصرفي وهو نظام كلاسيكي يعني في المبدأ ثم جاءت المنتوجات المصرفية الإسلامية وليس البنك الإسلامية يعني كبنك إسلامي يعتمد على ادخار مقابل ادخار وساطة وعمل يعني العمل تعوه ثم تقسم الإرادات بالنسبة لل الوسيط المدخر والذي يستفيد من العملية فإذا نقول أن يعني بالصفة عامة لو ننظر لو ننظر النظام المالي نظر وليس بسيط المنطقة وليس بسيط المنطقة مليس بسيط المنطقة بسيط المنطقة بسيط المنطقة بسيط المنطقة هذا الخلق لا يوجد نظر نظر وليس بسيط المنطقة وليس بسيط المنطقة وليس بسيط المنطقة في هذا الإطار هذا النظام الكلاسيكي النظام الإسلامي يجب أن يكون نفس النظام نفس العملية في الأساس نرى أن هناك خلل في الوسط أن العمليات الإدخار التي تمو الاستثمار لا يوجد بمئة بالمئة ثانيا نريد أن نرجع بالنسبة للفائدة المتغيرة لو نعود إلى قضية السير برايم في الولايات المتحدة الأمريكية أولا كان السبب هو الفائدة المتغيرة عندما كانت أنديكسي للطول ديركتور عندما كان السبب في 2004 كان السبب يبدأ المتغير لذلك الآن المصرف الإسلامي يعتمد على المسؤولية يعني لدينا نسبة الثاني التي ستبع القاعدة يعتمد على نسبة العمل المسؤولية يعتمد على العمل ويوجد لديك المسؤولية عمرك ما تلقى أنك كما هدت على تغيير النسب الفائدة ربما لأنه عندما كنا نربط لأن حتى معتقداتنا العلمية بدأت تتهز الآن كان في معتقداتنا وفي كثير من الأحيان وأنا معارفين الجزائريين وأصدقائي موقفي أنه كل فائدة هي من ناحية عندها شبهة ربوية الآن عندنا منذ الثمنة لا الاختلاف لكامفستر برايم ما أتاش عن طريق الفائدة أتى عن طريق لبلو فالو إيموبيليار ف كانت الناس تقترض تشتري وتبيع عندما وصل الحد إلى مستوى حالي ما قدروا يبيعه ولكن الآن منذ ثمانية أشهر عندنا حادثة لم نعرفها في السابق تماماً هي الفوائد السلبية للتودانتيري نيجاتيف الآن من كان يقول أن التودانتيري في كل الأحوال الفائدة في كل الأحوال هي الفائدة لأن فائدة تزيد كان يقول الفائدة هي كل في كل الأحوال ريبة ماذا يقول اليوم الآن في أوروبا في اليان يعني باليان في إيطاليا نزلت فيه في ما يسمى بالركود فعندما بالتخرج من الركود الناس ليس طالبين قرض لطلب القرض أصبح القرض الفائدة يعني تقترض مئة وترجع تسعة وتسعين الفائدة في هذه الأحوال فائدة متغيرة فائدة سلبية ولكن هل هي فائدة بريبة فإذا المحتوى المفاهيم تغيرت أنا في الهداء أقول هناك عولمة وإخوانا من البنوغ الإسلامية عندهم مفتاح كبير الآن تطورت الأشياء فأننا نلسق المنتجات الإسلامية بأشياء يتكلم ناصر على وفقا الشراء الإسلامية نعم لا بد أن نحترم الشراء الإسلامية لكن هل في سوق معروفة موجودة كبيرة عالمية هل السيرفة الكلاسيكية عندما تكون متغيرة عندما تكون مرتبطة بكذا عندما تكون كلها عندها أساتس يعني تموّل أشياء فيزيك هل في هذه الأحيال لا تمشي نعم سينا صارك سمعت يعني ردت يعني الخبير هناك سؤال فقط يعني تقدر ترد عليه لكن سؤال الآن ليطرح نفسه بعدما قررت يعني وزارة المالية أنه تفتح شبابيك على مستوى البنوك الكلاسيكية خاصة يعني بالسيرفة الإسلامية هل تشوف أنه هذا حل رح يقنع المواطنيين أنه يتعاملوا بالبنوك يعني تقليدية أم أنه تشوفوا بريكولاش فقط والد اسمحت لي أستاذ بارشيب برك تعليق بسيط على قضية هذه ربط نسب الفائدة يعني المتعاص عليها في البنوك التقليدية في الممارسة المصرفية التقليدية مع نسبة تضخم هي علاقة يعني كده أقول جدلية بمعنى أنه حين أنه يعني أنه يعني أنه يعني أنه يعني أنه يعني أنه تفضل أستاذ قال له عملية خلق النقود على طريق منح الاعتمان منح التمويلات تقليدية أو حتى إسلامية لأنه نشتغل في منظومة واحدة عملية خلق النقود هي من عوامل التضخم عملية تضخمية كل اعتماع يتحول إلى وديعة والوديعة يتحول نقود كتابية وبالتالي يجزء من أو أكبر جزء من الكتلة النقدية وبالتالي حتى البنوك المركزية لما تحب تخفض نسبة التضخم تزيد من معدل إعادة التمويل ومعدل الخصم حتى يعني من أدوات يعني التحكم في الكتلة النقدية وتحكم في التضخم أما قضيت أنه نسب الفائدة السلبية فالفائدة هي اقتصادياً ولا أظن الأستاذنا أستاذ أحمان يخالفوني في هذا أنها محصلة عرض وطالب النقود حسب نظرية النقدوية بمعنى أنه عرض وطالب النقود في سوق النقود هو الذي يؤدي إلى يحدد مستوى معدل الفائدة طبعاً يضيفها إلى عوامل أخرى عوامل تمويلات نعم فهي يعبر عنها على أنها أجرة النقود أو كلفة النقود أو سعر النقود لأن النقود أصبحت الآن يعني عندها سوق سلعات وباعة تشترى خلاف النظرية الكلاسيكية التي تعتبر النقود فقط مجرد أداة للتبادل ومقياس القيمة ومخزن القيمة فقضية نسبة التضخم لا تعالج بالفائدة حتى لو كانت نسبة الفائدة عرضنا أن نرفعها قد تبقى سلبية وبالتالي قضية التضخم تعالج معالجة اقتصادية معالجة في الأساس وليس باستعمال أدوة فائدة بالرجوع إلى سؤالك الآن قضية فتح الشبابيك هذه ونوافذ الإسلامية أمر إيجابي جداً لأن حتى في الشريعة الإسلامية كما تعرفون تلادي بالتدرج في الأحكام وحتى في التطبيقات وبالتالي فتح هذا اللغة يؤدي إلى ما تفضل به أستاذ بن خالفة من توسيع دائرة التعامل بهذه المنتجات الجديدة المتوامة باعتبارها قيمة مضافة إلى الساحة المصرفية من ناحية توسيع المنتجات من ناحية توسيع نسبة التغطية المصرفية للمجتمع لأنه قضية عزوف شريحة من مجتمعنا يعني التعامل مع المعاملات المالية بالمعاملات المالية ومصرفية تقليدية أمر واقع سواء اتفقنا أو لم نتفق من حيث التكييف الشرعي أو توصيف الشرعي يقول أنه يعني إختلاط ربما أنه اختلاط الأموال سيكون حرام يعني لا 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 قضية اختلاط كنت أود أن يكون معنا أحد المشاهد يتناول المسألة من ناحية الشرعية لكن ما أعرفه حسب علم المتواضع أن المال المختلط عنده أحكام خاصة في الشرعي سنمية وكما يقول في المبدأ يقول أنه الحرام لا يتعلق بذمتين أو المال في حدته ليس هو اللي حرام وإنما طريقة استعماله وبالتالي يعني فتح نوافذ لتقديم خدمات يعتقد شريحة من المواطنين أنها متماشية مع قناعتهم ومع تصوراتهم هذا لا يمكن إلا أن يقدم إضافة للاقتصاد وإضافة إلى الشاحة المصرفية من حيث كما قلت تنويع المنتجات وتوسيع دائرة سيرافة المجتمع بخصوص هيئة الرقابة الشرعية في هذه الحالة كون يتكفل بها البنك التقليدي البنك الإسلامي لا وفيه ضوابط فيه ضوابط بما يخص نوافذ هذه المتماشية محكمة الإسلامية أنه فيه ضوابط معين لابد من مراعاتها من حيث الفصل بين هذه المعاملات المتماشة التي تقدمها بنوك تقليدية مع المعاملات التقليدية من باب حتى مراعات لأنها مستقية لأنها إقناع بالنسبة للمتعاملين بها ويمكن تكون هناك هيئة رقابة الشرعية التي تدقق كما هو الأمر بالنسبة للبنوك المتماشة بحكمة الإسلامية كلية هي هيئة رقابة الشرعية تدقق في العقود والمنتجات والأدوات تصيغ المستعملة وتعتمدها من ناحية التزامها وانضباطها مع أحكام الشرعية الإسلامية وهناك معايير شرعية تقريباً 58 معايير شرعي لكل منتجات المستعملة من قبل المؤسسات المالية المتماشة مع أحكام الشرعية الإسلامية تصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال الإسلامية تقررها البحرين وهذه المعايير يعني تطبط هذه المعاملات حتى تكون منسجمة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية المطلوبة في عقود المرابحة والبيع الآجل والإجارة والمساقات والمشاركة والمضاربة والأسواق المالية والتأمين التكافلي وغيرها من المنتجات التي تطرح ربما بعض الإشكاليات الشرعية نعم أعود إليك دكتور اليوم بقول صراحة وخلنا على الفوق صراحة هل البنوك الإسلامية الموجودة حالياً في الجزائر يعني تعاملاتها مئة بالمئة إسلامية؟ ما معنى التعامل مئة بالمئة بالمئة أنا أقول لك أنه اختلطت الأشياء اختلطت الموازين حتى من ناحية الريجولاتير البنوك المركزية الآن تريد أن تزين الأشياء بميزان واحد لا يمكن أن تزينها البنك الكلاسيكي بموازين كلاسيكية والبنك الإسلامي الآن تعرف في البلدان الأخرى حتى التأمينات والبورسة دخلت في نظام ضبطي في إنجليترا واحد الآن نزين المخاطر بميزان واحد فما بقاش بين التأمينات وبين السوق المالية وبين البنوك الآن مختلطين البنك المركزي فالآن تختلط الأشياء ما بقي ما هو إسلامي وغير إسلامي والله يصعب الآن الكلام عليه فهذا الآن الخط هو بين ما هي ما هي التمويلات المسؤولة التمويلات اللي ما فيهاش مضاربة وغيرها ف لكن فيه الآن حلول وسطية لا يمكن أن نبقى في هذا الجدال أنا الضد هذا الجدال الموجود الحاد بين هذا إسلامي وهذا ربوي أبدا هذا لا يمكن أن نتقدم به في بلدنا أنا مع الحلول فلهذا في البنوك المنتجات الإسلامية والبنوك التي بدأت أن تتحرك والبنوك كلاسيكية لابد أنها تتحرك فأنا من دعاة أن يقولوا أن القرض لا يمكن أن يكون قرضا بفائدة مستقرة ثابتة الموارد التي تأتي وتعطيها فائدة ما لازمش تكون موارد بفائدة مستقرة لابد أننا ندخل أشياء بين ما كنا نعتبره إسلامي مئة في المئة وما كنا نعتبره كلاسيكي في المئة الآن في حق الكبير لسمة ونال منتجات بالهوامش الآن يمكن لك أن تقترض بدون أن تكون فائدة تقتسم الهوامش هذا الابتكار المالي الإنوفاسيون فينانسيار هو الذي يجب في بلدنا أن يعمل فيه أصحاب المنتجات الكلاسيكية وأصحاب المنتجات الإسلامية لأننا نحتاجين إلى احتواء مالي أكثر أننا نبقى في هذا الجدال ونزيد الشبهة عند الناس هذا لا أبدا وخصونا أننا نحن كمواطم أقولها كمواطم فالجدال لا يمكن أن يكون وخصونا أنه الآن وصلنا إلى مستوى من النضج أنه أولنا نحن 99% 100% مسلمين كلنا أنه كلنا نعتبر أنه ما هو حرام لا يجب أن نمسوه ولكن الفرق بين الموازين هذه هو أن نبدأ أن نكون والكونفيرجنس الآن وصلنا إلى مستوى من النضج في بلدنا وفي بعض البلدان الأخرى كنت تتكلم عن المغرب كنت تتكلم عن مصر بهذا المستوى من النضج الذي لا يجعل البنوك الإسلامية محتكرة والبنوك خلاسيكية بل يمكن أن بما في ذلك هذا النوافذ ولكن لا يمكن أن نصل إلى مستوى أنه لابد أن نأتي لآخر حلقة ونقول أن الأموال التي تدخل للبنوك الإسلامية لابد أنها تكون غير ملوثة 100% والبنوك هذا لا يوجد الآن لأسواق المالية عالمية إسمحتي بركة جملة بكة القضية الثانية على أن هذه المنتجات المصرفية الإسلامية لم يأتي بها الإسلام هي منتجات أفرزها العرف والتعامل للناس في حياتهم اليومية مثلا عقد البيع الأجل أو عقد الإجارة أو عقد المشاركة أو حتى المضاركة كانت موجودة قبل الإسلام وبالتالي فهي منتجات يعني عملية احتاجها الناس فقط جاء الإسلام يعني 100% إسلامية هذه المنتجات يعني يمكن أن تمارس وتمارس عملياً لا تستدم مع نعم فقط تكون عندها ضوابط وضحة الإسلام حتى تتجانب يعني شبهتي الربا والغرر فقط ولكن هي منتجات عادية ولهذا تجد أنه السيرف الإسلامية تشارط المال الإسلامية تشارط حتى خارج العالم إسلامي في أوروبا في لكسنبور لندن يصرح رئيس الوزراء أنه يريد أن يجعل من لندن عاصمة السيرفة الإسلامية تصور فبالتالي هي منتجات عالمية منتجات وليست منتجات دينية بالمعنى العقائدي للكلمة وإن كان عندها ضوابط دينية من حيث ضوابط التي يجب أن ترعيها يعني يتواصل دائماً دكتور مداحي يتواصل الجدل بخصوص بنوك الإسلامية والبنوك التقليدية يعني البعض يعني من الخبراء يقولون أن البنوك الإسلامية ربما يعني تستعمل يعني الحيلة يعني تستعمل الحيلة والفوائد تحتها ربما تكون في بعض الأحيان أكثر يعني من البنوك يعني التقليدية إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا صحيح؟ هو صحيح في بعض المتدخلين يقولون أن البنوك الإسلامية في عملية الهامش لا في عملية يعني لو أخذ مثلا المرابحة يقولون أن في عمل في عملية قيمة البيع يكون هناك نسبة فائدة محسوبة على كل فترة ومبعد يدخلوها ديالكترمول بشكون عندها يعني بشكون صورية في هذا رأي بعض الخبار يعني يقولون كما لكن بالنسبة للمصرف الإسلامي هو عندها الجانب المسؤولية الجانب أن المسؤولية لو نأخذ المربحة أو المشاركة تاني الجانب المسؤولية مثلا إذا كنت دخلت في رأس مال نعم بنسبة 25% لكن تتفهم أن يكون عندك اقتطاع الهوامش وهذا بلك الهوامش بلك يسحني الأستاذ اقتطاع الهوامش يكون على 50% ثم في حالة خاصة ستكون على 25% يعني هذا هذا المسائل هذه التي تبقى تقنيا ربما يبقى جيدا فيها إذا أنا لا أستطيع أن أقولك إذا كان صحيح صحيح في هذه لكن هناك بعض وكنت شاهدت أن تدخل أستاذ دكتور بالخالفة أن في بعض الحالات أن قيمة الكلفة على قرد إسلامي تكون أكبر من الكلفة لكن كان غير حاجة لو كان يكون عندك نسبة فائدة متغيرة كنا رجعنا لأن غير بين قوسين هو يبدأ برفع النسبة ثم المناج في ذلك الوقت لم يكن بعد ثم هنا يبقى المشكلة أو يبقى السؤال أن في المنظومة المصرفية الإسلامية هناك قيمة واضحة أما بالنسبة للمصرفية الكلاسيكية ف يمكن أنها تكون أقل يمكن أنها تكون أكثر لكن تكون أدكسي على سبيلها فلهذا هذا من الأشياء التي كذلك يصعب شوية لا نحن لا نزيد الأشياء الطنة بلة فلهذا أنا من دعات كشخص مرة ثانية لمسؤوليتي مشت أن الموازين تكون متوحدة أو تكون موحدة أن الزبون يوم من الأيام إخواننا في المنظومة الإسلامية وصلوا إلى مستوى أنه لابد من قابلية من قابلية المقارنة أنه لا يكون هذا على مستوى ستة وهذا على مستوى 12 ونقول بأنه نقبل 12 لأنه في الأساس حلال هذه ليس من قواعد المنافسة فلهذا الريجولاتير لبنك سنترال البنوك المركزية تضغط على في بعض الأحيان على أساس أنه الزبون يمكن له أن يقارن بين ليزينك بين قرض عادي وبين مرابحة ويقول ما هي الكلفة المقارنة مش رقط في الكلفة فقط كذلك في المخاطر في المخاطر لابد أنه يوم من الأيام الموازين تقترب لأنه ليجي الشباك يأخذ هذا ويأخذ هذا ويأخذ هذا لابد أن يعرف على مستوى ما هي نحن نوصل نقاش مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نقاشي مازال متواصلا فيما يخص الفرق بين البنوكية الإسلامية والبنوكية التقليدية استراحة قليلة ثم نواصل النقاش مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد موضوعنا اليوم يخص الجدل الحاصل بين البنوكية الإسلامية والبنوكية التقليدية إذن أعود إليك دكتور حيدر إذن تكلم سي بنخالفة فيما يخص المخاطر تكلم كذلك فيما يخص الربح إلى غير ذلك اليوم وين تكون هناك مخاطرة أكثر في البنوك الإسلامية أم البنوك التقليدية أولا فيما يخص موضوع هذه الأسعار أو الهوامش التي تطبقها البنوك الإسلامية مقاعدة بالبنوك نعم البنوك المتنمش وحكم الشرعي إسلامية مع البنوك التقليدية ناظراتها التقليدية فحقيقة هم يشتغلون في سوق واحد وحتى متطلبات المنافسة تقتضي أن السوق يفرض تقريبا نسبة الهوامش المطبقة القول أن البنوك هذه التي تراح كام الشرعي إسلامية في معاملتها تطبقها وليس أعلى غير صحيح بالعكس أنا أثبت أن البنوك التقليدية لما يكون هناك تأخر في السداد العداد يقعد يمشي شغل الفوائد قعد يمشي بمعنى أن نسبة العائد إذا صرحوا أنها سبعة بالمية فتقعد سبعة بالمية إذا سدد بعد عام سبعة بالمية عائد إذا سدد بعد عامي سبعة بالمية ولكن المبلغ الذي يسدد كفوائد يكون أكبر يعني الفرق في العداد في البنوك التي تعمل في أحكام الشرعي إسلامية نسبة العائد في عقود المدينة نفرق بين عقود المدينة وعقود المشاركة عقود المدينة مثل المرابحة أو باع الأجل أو الإيجارة مثلا فإذا كان قسط الإيجار أو ثمن الذي يحدد على أساس عائد عائد سنوي مثلا تقع سبعة بالمية وإذا أعطتك سعر بيع مثلا هامي شريب مليون دينار إذا كان سين سدد في سنة راه البنك يحصل على مليون دينار إذا سدد في سنتين راه البنك يحصل على مليون دينار كم العائد التاعه ما يصبحش سبعة بالمية يولي ثلاثة ونصب بالمية حقيقة هيئات الرقابة الشرعية أجازت لهذه المؤسسات هذه البنوك أن تفرض غرامة تأخير تعادل نسبة العائد العادي الذي تتقضاه عادة للمدينين على المدينين المماطلين الذين لا يسددون مستحقاتهم بدون عذر وبدون سبب خلافاً للمدينة المعسرة ولكن هذه الغرامة لتخلي مثلاً المدينة المعسرة ليسدد في عامين بدل ما يسدد في عائل مدينة المماطل يسدد في عامين يسدد مليونين دينار بدل مليون دينار البنك يأخذ فقط مليون دينار يبقى العائد ثلاثة ونصب بالمية هذه الزيادة تصرف في العمال الخيرية كأنه يحتاج تكييف الشرعي التحافي المعايير الشرعية نصها يلزم المدينة المماطل بالتبرع في العقد كأنه يتبرع الأعمال الخيرية وإلا لكان الناس كلهم يأخذوا تمويلات مجانية بدون عائد فأنا موافق تماماً أستاذ بالخالفة أن المعاملة لابد أن تكون معاملة بالمثل سواء على مستوى السوق أو على مستوى التأثير التنظيمي مع مراعاة طبعاً بعض الخصوصيات الشرعية لهذه المؤسسات وكذلك على المستوى الضريبي نحن كما في الليزين لا تذكرت صح أستاذ بخالفة ما طلبنا عاملات تفضيلية الليزين طلبنا الحيادة الضريبي أنه منتجات الليزين إلى الاعتماد الإجارة لا تكون تخضع لضرائب أكثر من المنتجات التقليدية ومبدأ الحياد الضريبي مبدأ معترف به في المنظومة الضريبية نعم إذا كما طرحت نفس السؤال يعني من خلفها وين كان مخاطرة أكثر في البنوك الإسلامية أو البنوك تقليدي لا هو دائما في كل التمويلات الآن وصلنا إلى مستوى من الابتكار المالي نعم ومن التحكم في الكلف بأنه حتى المنتجات التقليدية فيها مختلف المنتجات فيها المدونات الآن تحت تمويلات رأي مدونات فيها عشرين، ثلاثين، أربعين لكتالوج دو برودوي دائما في كل تمويل فيه ميزان فيه توازن بين المخاطر بين المدة وبين العائد صحيح عندما كل ما زادت المخاطر كل ما زاد العائد كل ما زادت المدة كل ما زاد العائد المخاطر المدة عندما تأتي بشيء بأشهر مش لعشرين سنة وبيننا هذه عندنا البنوك الإسلامية عندهم أو الناس التي تعملوا ببنوك الإسلامية عندهم موازينهم والبنوك الكلاسيكية لكن تقريبا عندما تأخذ مخاطر بمئة هنا لا يمكن أن تأخذ مخاطر بمئة والعائد يكون صفر ولا يمكن أن تأخذ مخاطر بصفر والعائد يكون مئة لأنه فيه منافسة ومنافسة حتى ما يش فرونتال فلاذا أنا أقول أنا ماشيين في كونفرجانس كبيرة والصراح هذا الموجود النقاش هذا الموجود أنا في رأيي أنه يمكن أن ينزل أنت تسمع سين ناصر كان مسؤول على مستوى جمعية البنوك على جميع القضايا القانونية لجميع المنتجات والعكس بالعكس فما فيه صراح هذا أغلوه لكن مسؤولية البنوك المركزية ومسؤولية الريغولاتير لأن البنوك المركزية الآن نسمهم الريغولاتير لأنهم هي الضبطه مسؤوليتهم أن الموازين هذه تكون شفافة أن تكون معروفة أن تكون مقننة وأن حتى الفرق بين المعصير مثلا واللي يتلاعب أن القواعد تأتيك تقول لك هذا صح هذا معصر وهذا يتلاعب أن الأشياء تكونوا بهذه الشفافية بحيث لا يمكنه لا لبنك كلاسيكي ولا لبنك إسلامي أنه تمشي أشياء غير شفافة شفافية الموازين قواعد اللعبة التكلفة كيف أن نكلفها الوزن بين المخاطر وبين المردود هذه الأشياء عندما تكون شفافة يأتي ويدخل ويقول أنا أخذ ليزينك أو أخذ قرض كلاسيكي أو أخذ قرض ميسر أو أخذ مرابحة أو مدينة القواعد هذه قواعد اللعبة لا تكون شفافة إنما تكون قواعد اللعبة وقواعد التعامل شفافة أن يسمى هذا إسلامي وهذا كلاسيكي أو غيره الأشياء باختيار الزبون صحيح زيادة عن كون فعلا الآن فيه نقاش حاد عالم سواء العالمي تقريبا يقول هذه ابتكارة هذه منتجات بديلة ابتكارية أن تكون مرتبطة بقواعد الإسلام هذا شيء يزيدها لكن لا نبيع الإسلام أكثر مما نبيع الصيرفة لا نبيع أشياء ضمائرية أكثر مما نبيع أشياء مالية هناك من يستعمل الإسلام الشريعة كحجة من أجل الجزء هذه لا بد أن ضوابط والبنوك المركزية لا بد أن تخلح هذه الأشياء تبيع شيء هو أكثر فائدة أكثر قيمة مضافة هذا شيء جيد لكن تبيعه بمجرد ما تلسق عليه شيء يمس القلوب الأفئدة هذا حراب لا لا إذا سمحت هناك عفو يعني تقول لي عندك ممكن تتعاقبك أنا لا لاحظت من الأول حصارة امتنعت أن أطلق صفة أنه بلوك إسلامية ومتستقلت متماشية ما أحكم شريعة هذا هو تصفها الصحيح لأنه أرفض أصلاً كما تفضل لسيب الخلفاء أنه يستعمل الدين للترويج لمنتجات وجودها في سوق ديننا أعلى وأسماء من هذا فقط لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها هذه المنتجات وجدت لأنها اعتبرت من المجامع الفقهية ومن هيئات الفتوى أنها تراعي وتحترم ضوابط أقرطها الشرعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية فأما أن المؤسسات هذه تستعمل هذه الخصوصية للترويج لمنتجاتها أنا شخصي أرفض هذا وحتى هذه المؤسسات تمتني عن هذا لأنها تجل ديننا الحنيف حتى يزج به في منافسة اقتصادية أو تجارية نعم الآن أعود إليك لو نقوم بتقييم مثلا البنوك الإسلامية الموجودة هنا في الجزائر كيف تقيمها؟ ماذا قدمت كإضافة يعني للاقتصاد الجزائري للاستثمار ولم تقدمه البنوك الكلاسيكية؟ نعود غير واحد يعني الإستوريك يعني تاريخ الصيرف الإسلامي لمشي صيرف الإسلامي يعني البنود الشارعة الإسلامية كان هناك قبل قبل الإسلام كانت العملية تريبة يعني القرد عن طريق تريبة كانت متعاملة من طرف فئة من ناس يهود كانوا يقوموا بهذه العملية لفئة من الناس لما كانت قادرة أنها تسدد ديون تحها أو لما كانت عندها مداخل كبيرة كان لازم لها تسلف كانت تفرض عليها عملية تربوية فأيضا يعني ضوابة للشارعة الإسلامية هي أتت أولا لكي تخفف هذا يعني الكلفة الزائدة بالنسبة للنظام الكلاسيكي الآن بالنسبة للجواب بالنسبة للسؤال كانت نقطة ما تكلمنا عنها أن الكلفة التمويل الإسلامي تكون مرتبطة بالعملية الاستغلال بالعملية الاستثمار وتكون مرتبطة به بالصفة مباشرة يعني أن النظام الكلاسيكي يكون عندك عائد ولم يكون عندك عائد مفروض عليك تدفع القسط زائد الفائدة أما بالنسبة للشارعة الإسلامية يعني التمويل المصرف على حزب الإسلامية تكون عندها ارتباط ما بين الاستغلال إذاً مداخل يكون هناك بارتاج يعني بالنسبة له لكن احنا شفنا أن نسبة نسبة الإدماج البنكي ضعيفة في الجزائر وتساوي أقل من 2% بالنسبة من المصرف الإسلام هذا يبين أن حتى الآن المصرف الإسلامية ما زال لا يستقبل أكبر نسبة خاصة من أن تصبح المصرف القانون المصرف من إلى يمكن البديل جميع عدد لأن البنوك الإسلامي لا يوجد ريزو وراج وهي تعتمد على الإدخار التي يأتي من الزمائد التي تتعرض لفنانس وهنا نعود إلى عملية التمويل البنوك وعيدة التمويل مع بنك الجزائر نعم في نفس السياق لكن بسؤال آخر ما هو ربما السبب أو العوامل لخلات البنوك الإسلامية أنه لا تمت إضافة ملموسة مثلا البنوك الكلاسيكية الكثير ربما كان ينتظر من هذا البنوك الإسلامي أن يكون عندها توجه آخر وتقدم إضافة لكن لقناها نفس الشيء مع البنوك الإسلامية ممكن نعرف العوامل؟ لا أنا لا أتفق معك أخي باباسي على هذا الطرح لأن البنوك هذه التي تتعرض وفق حكام الشريعة قدمت إضافة أنها استطاعت أن تجدب فئات عريضة من المجتمع كانت تعزف عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب هذا الحاجز النفسي ما عاد هذا البنوك الإسلامية مهمتها ليس فقط جد الأموال مهمتها الاستثمار مهمتها مرافقة الحكومة في تمويل استثمارات هذا هو جلب الإدخار أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها حتى السلطات الأممية لأن هناك جزء كبير من الكتلة النقدية خارج السوق المصرفية فجذب هذه المدخارات يعني مساهمة كبيرة كذلك التوظيف حتى حتى تمويل بعض المتعامين أصحاب المشاريع كانوا يمولون مشاريعهم بأموالهم وهذا يعقوا يعني توسع مؤسساتهم ومشاريعهم فتمكنهم من هذه المنتجات التي تساجب مع قناعتهم يسمحوا لهم بتوسيع مشاريعهم أو إنشاء مشاريع جديدة وما يترتب عن ذلك من خلق مناصب شغل إلى آخره وبالتالي يعني البنوك هذه قدمت إضافة للاقتصاد من حيث توسيع ضائرة الصيرفة سواء من حيث جلب الإدخار أو عمليات التمويل وكذلك تقديم منتجات اللي ممكن كذلك تثري السوق بمعنى مثلا لو طورنا منتج السوقوق مثلا السوقوق سواء كانت سوقوق سيادية أو سوقوق مؤسسات اقتصادية هذه ستسمح بتطوير وإعطاء دفعة للسوق المالية كما تلاحظون كما تعلمون لم تتطور ولم تنمو بما يتناسب مع حجم الجزائر وحجم قدرات القصة الجزائري فمثلا طرح هذه المنتجات سوقوق الاستثمار وهي يعني بديل للسندات هذه التقليدية سواء كانت حكومية أو فردية تقوم على أساس تسكيك أصول حقيقية أو سندات مشاركة في المشاريع راح يخلي السوق المالية ربما تتحرك أكثر فيعني قدرة هذه المؤسسات على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري كبير وهذا الذي جعل السلطات الأممية تحث البنوك العممية والبنوك بشفة عامة أن تقدم مثل هذه المنتجات طبعا نتمنى أن يكون ذلك وفق الضوابط حتى لا تفقد بصداقيتها وكذلك الحكومة ربما تعتزم حتى تفكر في إصدار سقوك سيادية كمكمل للقرض السندي الذي تم إجداره وبأمانة لا يمكن أن تقول إضافة هنا هل إضافة للبنوك هل إضافة لأن الإضافات في مجال نقدي في مجال ماريو المصرفي يعني ديناميك دانسامب حركية واسعة نتار إحنا الاقتصاد جزء منه ما زال لم يصل إلى القنوات المصرفية فمحتاجين إلى صحوة مصرفية صح القول وثبة كبيرة تمس القنوات الكلاسيكية تمس الأدوات الجديدة مثل وكذا وتمس المنتجات التي يقول سيد ناصر النهات التمشاة والشريعة الإسلامية محتاجين إلى أن الاقتصاد يتحدث يسومو ديرنيز من وجهة النظر من الذي يضيف لكذا هي المنافسة 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 النقية المنافسة التي يمكن أن تقارن فيها الضوابط القانونية تكون موحدة وأن تترك مجال للمبادرة لكن مبادرة مؤطرة لا يمكن لأحد أن يبيع موقعه أو يبيع ريعه أو يبيع صورة هكذا على حساب الآخرين فلهذا البلدان مثل بلداننا وأنا هذا يقيني وعلم اليقين ويعرف الفرق بين اليقين وعلم اليقين أن يقيني أن عندما الضوابط تكون ضوابط تمكن من حركة مؤطرة بقانون يعني بقوانين وبضوابط هذه يمكن للكل أنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن إضافات هكذا نحن محتاجين إلى توسيع ربعات الصيرفة بكل أدواتها كنت تتكلم عن النوافذ كنا نتكلم عن الليزينج عند البنوك الإسلامية كل واحد يبادر كل واحد يضيف لكن في إطار لا يمكن له أن يضيف إلا ما كان هناك قيمة مضعفة وما كان هناك اتزان بين المخاطر وبين العوائد لا تفريط لا إفراط ولا تفريط نعم هذه القضية الإجدواجية هذه يعني هذه المبادرة الحكومية المشكورة بدعوة كل المؤسسات لتقديم هذه المنتجات هو الذي سيحل هذه المشكلة الآن المنتجات هذه سيذيب هذا الحاجز كل المؤسسات المصرفية بإمكانها أن تقدم منتجات مصرفية وتمويلية والدخارية وربما حتى استثمارية في الأسواق المالية يعني تراعي هذا ضوابط السرعية وبالتالي لا يصبح هناك حديث عن مؤسسات إسلامية كل المؤسسات تقدم هذه الخدمات هذه أزمة ربما مفاهيم أزمة مصطلحات الآن يعني تكلمع حتى البنوك خلاسيكا إسمح لي حتى البنوك خلاسيكا وأنا أصدقاء عندي وأتكلم هنا من وجهة نظر فني فقط حتى البنوك خلاسيكا لازم أنهم يخرجون للساحة ويقولوا أن الأشياء التي نبيعها ونسوقها بواحد في المئة بثين في المئة بأطر تنظيمية لا شبهة فيها حتى أن الناس من ناحية ضمائرهم يعرفون أن كل هذه الأشياء تؤدي إلى النمو الوطني اللي كنت تكلم عليه أنه ما عندناش إحنا سوق تضاربية كبيرة ناس تبيع بـ 20% بـ 50% فالمنتوجات الإسلامية ليس لسوق المنتوجات هي تكلمون عن المنتوجات الإسلامية لكن حتى البنوك خلاسيكا لابس أنها تعطي الناس طمأنينة أن ما تقوم به ليس خارج ما يقتطيه الإسلام وما يرضيه الإسلام نعم أعود إليك دكتوري إضافة لما قاله الخبراء اليوم ربما ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر باش ربما يتطور قطاع المصري فيه في الجزائر ويقدم الإضافة كما يقدمها في الدول الأخرى سواء كانت بنوك إسلامية أو بنوك تقليدية أعود إلى السؤال الإقبال يعني بالنسبة لشبابك التي تفتح من طرف المؤسسات الكلاسيكية أنا شخصيا منظر أن يكون في البداية هناك إقبال كبير لأن حتى الإقبال لو كان هناك قضية إقبال كان تكون على البنوك الإسلامي التي تتحدث من منذ سنة 1991 القضية يطرح في زاوية أخرى يطرح على مستوى على مستوى السوق مادة يطلب السوق هذا المرشيء ليس للمصرف لأن المصرف في الجنة بتاعور يتوقع يتوقع الإنسان والإنسان والإنسان لا يتوقع لكن هذا المشكل فهي لا يتوقع في المنظومة المصرفية فهي يجب أن يتوقع على قطاعات أخرى قطاع التجارة قطاع الجباية وعلى كل هذا أنا أدن أن إلى غاية الآن الجهة المصرفية الإسلامية وضعت 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 منتجات ولكن السؤال يبقى فيه استقطاب العزوف وهذا ربما يلمس سؤال آخر يعني تحدي آخر ربما تحدي اقتصادي تحدي اقتصادي تحدي اقتصادي يلمس يعني في أخرى ربما القضية لا تطرحها على مستوى المصرفي وحده صح تطرح على مستوى مستوى الجباية مستوى يعني لكن غير كافي لأن هناك إصلاح كله لابد يعني حتى تعريف حتى تعريف لما نرى البنوك نعطيك مثال تعالبر البورصة تعالبر اخر إدماج البورصة نتكلم على بيو فارم شركة صيدالو هناك ناس لما نفهم أن المساهمة البورصة هو نوع من أنواع مشاركة مشاركة يعني مشاركة تبعاً للقواعد الإسلامية أسهم 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 وفضلوا أنهم يروحوا في الأمبراء أوبليقاتير يعني كولتور بانكاري واسعة هاته الصكوك اللي غادي تطلقها ضن بورصة الجزائر اللغم بلس جي في مكان ولا جي الزائدة يعني الليكم بلس جي في مكان السندات نرى أن أملا مثلا أملا ما قال بلزيق طريب اللي كانت اقترضت عن طريق سندات وهذه السندات يعود رجعك إلى السيتم كلاسيك. هنا يبين اختلاط تمويل الموارد. نعم. إذن نبقوا دائما في تمويل حيدر. اليوم هل البنوك الإسلامية عندها شجاعة مثلا أنها مثلا تخفف العب على الدولة الجزائرية مثلا في تمويل مثلا الفلاحة. تمويل مثلا قطاع السكن. هل فكرتوا مثلا في سياغ إسلامية لكي تمويلوا هذه الأمور؟ طبعا. هو تمويل السكن ماشيين في هذه المؤسسات المتماشية في محكم الشريعة. تمويل السكن على طريق صغة الإيجار المنتهي بالتمليك. سؤال أفراد. تمويل المطورين العقاريين بصغة الاستثناء وصغة الإيجارة المنصوفة في الذمة. تمويل قطاع السكن داخل في منتجتها. قضية تمويل القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي عنده خصوصية. وإن كان هناك في المؤسسات المالية هذه المنتجة المحكم الشريعة. عندها منتجات خاصة بتمويل الزراعية. المزارعة والمساقات والمغارسة. هي صياغ شريات تشبه صياغ المشاركة في القطاع الزراعي. وهي في بلد مثل السودان مثلا. كل البنوك هذه التي تشتغل في حكم الشريعة. تمويل القطاع الزراعي وبصياغ مجرية جدا. في الجزائر الآن قطاع الفلاحي ربما موش تحفظ كقطاعه. لكن له خصوصيات لابد من التحكم فيها. لابد من تكون عندك إطارات وموالد بشرية متحكمة فيه. حتى تقدر تخصفها. عندنا في مصرف السلام تفكير أن ندخل هذا المجال هذا. وإن كان في مجال ما يسمى لاغورالي مونتير. ماشيين فيه بقية المؤسسات المصرفية. دائما فيما يخص تمويل. هناك هذلك قضية أخرى يطرحها الكثير ربما من الخبراء. فيما يخص أنساج. وكالة دائم أشباب. نعرف أن هناك كين تمويل ثنائي. كين تمويل ثلاثي. والفائدة تتفحها دولة الجزائرية واحد بالمئة. هناك بعض العلماء قالوا حتى أنه لا يتفحها المواطن. تتفحها دولة حرام. لماذا لا تشتهد ربما البنوك الإسلامية وتدخل في هذا التمويل الثلاثي. وتلقى ربما صيغة إسلامية في هذا الشيء؟ طبعا. هنا مشاريع لونساج مثلا. هي المهم في المشروع أن يكون مدروس مضبوط ومجد اقتصادي. كين سياق إسلامية. طبعا. صيغة هذه السيانة كلمة لها البيع الآجل والمرابحة والمشاركة والإيجارة تستعمل الفلانسيس كما تستعمل في غيره. ففقط يعني ممكن الهامش على البنك في الإيجارة أو المرابحة مثلا. تدفعه الدولة. هذا يمكن جدا. لأن الخزينة تعامل التمويلات المصرفية بغض النظر عن طبيعتها التعاقدية. نعم. إذن بما أن الوقت يداهمنا فقط إذا كان هناك إمكانية. هناك بعض الصور الكاريكاتورية للزميل ديار بن داود. نشوفها مع بعض. إذا أمكن تعليق في جملة إذا أمكن. الصورة الأولى مصطفى. البنك الإسلامية أكثر توحشا في بعض الأحيان. فوائد مضاعفة عن البنك التقليدية. جملة كلمة. أجبت عنه. قلت غيره صحيح. بالعكس. نعم. بالخلفة. والله نرجع إلى الموازين. فكل شيء يزيد عن حدها. نعم. على حسب الزوية اللي تشوف الكلفة. نعم. صورة الموالية مصطفى. المصلحة وتحقيق الفوائد هي هم البنك الإسلامي والتقليدي على حد سواه. طبعا البنوك كلها مؤسسات التجارية. صحيح لتحقيق أرباح المشكلة في مصدر هذه الأرباح. هل هي عقود تتماشى مع حكام الشريعة أم عقود تقليدية. والتوازن بين المخاطر وبين العوائد. طبعا. عندما تكون المخاطر كبيرة العوائد تكون أكبر. نعم. عندما تكون التوازن دائم بين المخاطر وبين العوائد. تقاسم الخسائر أيضا. تقاسم الخسائر. نعم. الصورة الموالية مصطفى. هل حقيقة أن البلك الإسلامي ينفذ زبائنهم من السقوط في فخة ربعة؟ ينقذ. عفوا. هذه كنت أعطيتك المثال. كيف جاءت العملية الإقراض التي كانوا يدرونها قادم. يعني أعطيتك جواب. نعم. يعني جاء بشيء. يقدم بديل. بديل لمعاملات بعض المواطنين. بديل متوازن. نعم. الصعب الآن في جدال. ولا بدأ أننا نتجادل بين مصرفيين وبين. ما هو الربع؟ نعم. ما هو الربع هذا؟ هل الفائدة هي ربع؟ نختلفه كثيرا. نعم. الصورة الأخيرة مصطفى على المعظم. كان هناك صورة أخيرة. البنك الإسلامي لا يختلف كثيرا. مدامة هناك منظومة بنكية تسيطر عالميا. والبنك الإسلامي واحى 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 في منظومة يعني في قد تكون لديها مناخ 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 الخاص يعني في المنظومة الكلية. هذا صحيح لكن هناك منتوجات إسلامية. نعم. منتوجات بالنسبة للزبائل. والآن السوق المالي ومصرفي رافض من الروافد. نعم. أنا أعتبره رافض من الروافد. نعم. الفرق دائما هو بين البنك المتوحش نعم. المالية المتوحشة. نعم. والمالية الأخرى المسؤولة. نعم. كلمة أخيرة حيدر. كلمة أخيرة هو يعني المهم في كل هذا النقاش هو أنه المؤسسات المصرفية لا بد كما قال الأستاذ من الخلفاء أنها تسهم في توسيع دائرة سيرفة المجتمع والتغطية المصرفية. تنويع المنتجات المصرفية. تمويل الاقتصاد وتمويل ديناميكية التنمية التي تنبع من الاقتصاد ولا تكون مسيارة فقط عن طريق الميزانية أو الإنفاق العمومي. وهذا هو التحدي الأكبر الذي إن شاء الله نسعى لرفعه. نعم. دكتور كلمة أخيرة. المصرفية الإسلامية هي أدات مهمة. أدات وزن كبير لتطور الاقتصاد. يجب أن المتعاملين والاقتصاد الذين يعملون في كل الميادين أنهم يدخلون 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 وليس مغطاة من ناحية المنتجات المصرفية والمالية. يحتاج إلى تغطية. فيه أحواض كبيرة لبدأ من تغطيتها. وفيه مستوى من تقدم الخبرات عندنا. يعني يمكن لنا أن نذيب هذا الجدع للحق من ما هو إسلامي وما هو إسلامي. نحن في حد إجلاء احتواء مالي وبصرفي أكثر. مرة ثانية أقول بأن البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية لابد لهم من ابتكار عندنا من مبادرات أكثر. حتى لا يبقى لم يتعامل الآن مع البنك. ليس لا يتعامل فقط. لأنه فيه شبهة. لا يتعامل لأنه يعتبر أن البنك عنده أشياء. فيه حق الكبير لأن تتقدم المنتوجات الخلاسيكية والمنتوجات الإسلامية والمنتوجات المبتكرة في الوطن. فلابد أننا نتنافس في هذه الأشياء. نعم. عبد الرحمن بن خالفيني رسالة والصورة الخبير الإجتماعي. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. كذلك سيد ناصر حيدر المدير العام لبنك السلام. شكرا على كل هذه التوضيحات. شكر كذلك موصول إليك سيد سهيل مداح الخبير المالي. والشكر كذلك موصول إلى كل مشاهدي ومتتبعي قناة النهار. شكرا جزيلا على المتابعة. تقبلوا تحياتي. وتحية كل الفريق تقنية.